السلام عليكم ورحبا بكم في وصفة جديدة ان شاء الله اليوم سنحضر مع بعضنا واحد الكريب مالح دي المطاعم تيجي رائع جدا حضرت معكم شاورما بالدجاج اللي تنحضر دائما ومعتمدها حضرتها معكم يمكن في 2017 غد ان شاء الله نعودها معكم اليوم في هاد الفيديو وبنسبة لي كريب او الوصفة ديال وتتجيراء عم ممكن تعتمدوها في الحوشوات هاد العجينة الى حد دي المرة تتجي مقرمشة تعتمدوها ان شاء الله بعينكم مغمضين تنتمنى ما تنسوليش دائما باللايكات باش يطلع شوية الفيديو الباقي الاخوات الى كنتوا تزور القناة لأول مرة اشتركوا مرحبا بكم مع تفعيل الجرس شكرا لكم ونخليكم على بركة الله مع المكونات والطريقة هنا خديت 350 جرام ديال الدجاج اي صدر الدجاج اللي غسلت بسكنجبير اللي هو الزنجبيل ومع الملحة والحامض ورقته مزيان فاتت بيالهادي ومن بعد نشف هكذا غسلته تسقطروا نشف عاد قطعته لهاد الشكل الطولي من الافضل دائما تاخدوا الدجاج بالليل ويبات في التلاجة وفي المجمد عاد خدموه الغد تيجي بحالة يتكسروا تيطيب اكتر تيولي زوين في الطياب هنا خديت بالنسبة للتتبيلة الرائعة اللي حقيقية ديال الشاورما الحقيقية جوج معلقة ديال ياغورت اي زبادي بدون نكا وبدون سكر جوج معلقة كبار والملحة حسب الضوك ونصف معلقة صغيرة ديالسكنجبير نصف معلقة صغيرة ديالكامون اقل من نصف معلقة صغيرة ديال البزار معلقة صغيرة ديال بابريكا او التحميرة نصف معلقة ديال القرفة اللي مع مرش بزاف وكذلك نصف معلقة صغيرة ديال القزبور يابس هادو هما التوابل ديال الشاورما الاصلية هنا عندي نصف معلقة او معلقة صغيرة مع مرش ديال الخرقوم لبلدي ثلاثة ضريصات ديال تومة ممكن تستعملوا توم بودرة واحد نصف معلقة صغيرة إلا ما تتوفرش غادي تدلو ثلاثة دريسات في هاد الكيمياء ديال الدجاج اللي غادي تحكو أو تعصروهم بها الطريقة تقريبا واحد المعلقة كبيرة ديال عصير الحامض أنا عندي هاد نصف حامضة صغيرة تقريبا معلقة كبيرة ديال عصير الليمو الحامض وأهم حاجة هو القرومفل واحد راس معلقة صغيرة متفوتواش ديال القرومفل هي الأساس ديال هاد توابل ديال الشوارم واحد الرشيشة هكذا ديال زعتر خفيفة غير أقل من راس معلقة صغيرة غادي تخلطو هاد توابل جيدا أو العطرية وغادي تترقدو في هادك الدجاج من الأفضل إلا عندكم الوقت ديروه واحد ليلة كاملة في تلاجة ومرقدو الغد غادي توجدو أحلى شوارمة إلا ما عندكمش الوقت غادي تخليوه على الأقل ساعة حتى الساعتين باش ما رقد هاد دجاج تيجي ألد ممكن تستعملو كذلك لاداند اللي هو لحم ديك الرومي غادي نغطي بالنسبة ليه ما كانش عندي الوقت بزاف باش نحضر معكم الوصفة ونصورها درت قريبا هنا واحد ساعة أو ساعة وربع اللي حتطفت تلاجة الوقت فاش غادي نحضر لك خيب أو العجينة ديال الكريب خديد كاس اللي والبقية كاس اللي عنبا ديال الماء بارد من روبيني والكاس الثاني وربع كاس آخر كذلك كاس من الحليب الأول والكاس الثاني الحليب عادي كذلك من تلاجة لمجموعة جوش كيسان ديال الحليب وجوش كيسان وربع ديال الماء بيضة واحدة الملح حسب الضوغ واحد رشيشة ديال البزار واحد رشيشة ديال التوم بودرة التوم بودرة هناي لما توفرش ماشي مشكل غيتا نسمواد لك خيب لكن ما تستعملوش توم طري في هاد الخريط ثلاث المعرق كبار من زيت المائدة او الزيت العادية ديال الطبخ وغادي نحرك الكل وغادي نضيف كاس ديال الدقيق المجموعة غادي نضيف هنا ثلاثة الكقوس وربع ديال الدقيق لكن غادي نضيف غير شوي بشوي هكذا باش نخلط بواحد سهولة ضفت الكاس اللي هو اللي هو مئة قرام غادي نخلط الخاليط هكذا جيدا وغادي نضيف من بعد جوش كقوس ديال الدقيق اي لمجموعة 300 قرام وغادي نحرك غادي نشوفوش غادي نحتاج لواحد ربع كاس اخر ولا لا ضروري ما تنحركو جيدا وتنطحنو الخاليط بواحد الامة الكاس ديال العاصير ولا المكسوغ هكذا ديال اليد او ممكن لما تطوفوش تديرو غير هالطريقة ديال التراب يداوي ومن بعد صفيو الخاليط هنا غادي نشوفوش غادي نحتاج لربع كاس ديال الدقيق ولا لا بنسبة لي فغادي نحتاج اي المجموعة اللي غادي نستعمل هنا 350 قرام ديال الدقيق ثلاثة الكقوس في اللول وربع كاس في الثاني باش نحصل على واحد الخاليط ديال الكريب اللي معتادين هكذا نحضره بحال هاد الشكل اخف من الخاليط ديال البغرير دائما لك خيب تكونو الخاليط ديالهم خفيف غادي نخليه يرتاح ربع ساعة ومن بعد غادي نطيبه ضروري ما يرتاح هاد الخاليط على الاقل ربع ساعة حتى نصف ساعة غير في المطبق عادي او ممكن تحطوه في تلاجة بنسبة لي استعملت واحد المقلة القطر ديالها 30 سنتيم بنسبة لهذا الزيت القليل باش دهنت غير وردكم انه ممكن تدهنو المقلة اللي بغيتو صراحة ما غديش ندهنه من بعد دهنتهاي في الاول لان الكريب ما تيحتاجش ندهنو اذا يلا بغيتو داك الشكل هكذا منقط بزاف بتيكون في هكذا دوك النقيطات بزاف في الطياب لكن ما تنصحكم مش تدهنو الى كانت المقلة ما تتلصقش او خاصة بالكريب هنا ملي استعملت هاد المقلة قطر ديالها 30 سنتيم فغادي نحصل على واحد الكريب اللي القطر ديالهم 25 سنتيم 24-25 فالشي طيبو الى استعملتوها اقل اكيد غادي تحصلوا عفوان على واحد القياس اللي اقل انا تيعجبني نطيب الكريب زيان عاد تنحمرو من بعد فشن ديال الحشوة انتم ايلا بويتوا تخليوهم شي شوية مازال ما تتحمرو لكم الاختيار لانهم تيت تحمرو من بعد في المقلق انا تيعجبين طيبهم في اللون مزيان ومن بعد تنحمروهم كيب غادي تشوفوا معاي في تتيمات الفيديو بالنسبة لنا غادي تكون متوسطة ولا فوق المتوسطة ما تديراش مهلة نهائية لانا غادي تاخد لكم الوقت ديروها متوسطة ولا فوق متوسطة ما تياخدوش الوقت ودغياتي طيبو وراه ما تيجيش معجن وتعتمدو هاد العجي ان شاء الله في الشهر الكريم اللي احيانا الله ان شاء الله تعتمدوها تلقى واحد الوصفة اللي زبينا وساهلة لكم للحشوات بالنسبة للمقلة اللي غادي نستعمل فارماركات ديال لما كوم تقيلش بيه دائما تنختارو الانوكس اللي تيكون هاكدا مضوبل او ملبس ما تيكونش خفيف باش ما يحرقش لنا الاشياء فاش اللي تنطيبو فيه هنا دا تقريبا واحد لات لمعالق كبار ديال زيت لمائدة كبار معامرين واسخنات الزيت واحد شوية عاد تنضيف هاداك الخاليط ديال الدجاج اللي رقد مزيان ودروري النار تتكون متوسطة ما تتكونش مهيلة نهائية للا كانت مهيلة غادي تطلق هاد دجاج الماء وما غاديش جينا شاوار ما ناشفه صافي غادي نحرك جيدا باش ما يلسقش في الاول ممكن تستعملو مقلات غير الاسيقة اللي توفر شوفوا معاي واحد المريقة هاكده خاترة لان النار مجهده وتنخلي هاكده وتنحرك تطيبو تين شف تماما بحال شكل ديال الشوارمات قريبا اللي تناخدو على برا غادي نستمرن طيب الكيمية اللي بقاتلية ديال العجين وغادي نحضر معاكم واحد صالصة ديال ياغورت اللي سهلة بزاف خديت ياغورت طبيعي واحد رشيشة ديال طوم بودرة ممكن تستعملو طوم طريغي واحد شوية يحكو واحد ربع دريس واحد المعلقة كبيرة ديال زيت الزيتون واحد رشيشة ديال البزار والملحة غير شوية ممكن تضيفو لهذا السلساجوش قطع من الفرماج المتلت وتخلطوه زياني لما توفرش ماشي مشكل وغادي ناخد واحد نصف كورنيشو اللي غادي نحك اختياري لما توفرش ماشي مشكل توفر ضيفوهاتي تعطي واحد نكهة زوينة صافي هناك دجاج بدتي ينشف من ذاك الماء لانه ضروري توصلوا هاد المرحلة هادتي ينشف عادة تكون هادك الشاور متا تجيه هكذا من ذاك دجاج مفرتت بحالي ترناخده وتيجي طريب الزاف بدك تتبيله وكذا لكم الأفضل تنأكد يبات في تلاجة ولا في المجميد عادة تعمله هناك مثل كيمياء اللي عندي شوفوا معاي ما شاء الله هرا واحد كيمياء اللي مزيانة غادي تقريبا غادي نعمرهم وغادي شطولي واحد ثلاثة يمكن يبقوا في تلاجة وتيبقوا حتى اليومين هكذا واللف المجمد تشبدوهم تسخنون في الألة ديالبانيني عاد تتعملوهم ممكن يتسكل غير هكذا بوحد دورة يجيب بنين بهديك شوية البزار والتومة اللي ضفنا للعجين صافي هنا وجد كل شي هنا واحد شوية ديال مدزاري لها مع الفرماج الحمر هنا شوية ديال مكور أو الملفوف اللي قطع ترقيق بنسبة الطماطم فآناتها تعجبني نضيفها في الشاورما أو في الساندويتش إلا ما عجبتكم شما تديروش ما تقولوش ليه ماطيشة ولا المهم اللي عجبكم ضيفوه الحاجة اللي تتميز شاورما هي داك الملفوف وداك الدجاج والسالسة ديال ياغورت اللي غادي نضيفوه أما ماطيشة أو داك الفرماج فهو مختياري غادي نطوي كل كريب على هاد الشكل وغادي ندهن بديك السالسة ديال ياغورت لتجيب بنينة وندير الطماطم اللي هي اختيارية ضيفوه اللي عجبكم ضيفوه الفلاف المشحرين اللي بغيتو لكن في الغالي براه الشاورما تتقدم غير بوحدها مع السالسة ديالها اللي هي السالسة ديال ياغورت أو كل واحد كي تيعتمد كيف تيعجبوه اللي سوس اللي تيقدم معها تندير شوية ديال المكور اللي تيجي بنين في هاد الحشوة اللي هو الملفوف اللي رقت شوية ديال الخل وتسقطر متابعة الحال وقطعتو رقيق وغادي نطوي بهاد الشكل ما تسدوش هاد الكريب لاب دقيق لاب حتى حاجة لانو ما تيتحلش نهائيا فاشا ننبريسيوه اما في الالة ديال البانيني لابغيتو او حمروه غير في المقلع كيف غادي ندير له كيف غادي نشوفوه معايا بنفس طرقة غادي نستغمر غادي نطوي دائما الكريب على هاد الشكل وغادي ندير لي شوية ديال سالسة من بعد شوية ديال طماطي ممكن تديرو زيتون مقطع اللي اعجبكم لكن من الافضل ما تدخلوش شي حاجة هاكدا الماداق ديالها يغلب لكم على الماداق باش تبلتو الدجاج خليو شاور ملف الماداق ديالها وتنطوي بهاد الشكل ها تيجي واحد صندويتش اللي مش بيع زوين بزف وكذلك هاد العاجين رائي لحد ديال مرة تيجي مقرمش ما تيجيش تانير طب بزف المهم بين وبين المهم الى حمرتو هاكدا في المقلو وعطيتوه الخاطر تقريبا واحد ربعا ديال دقائق ولا خمسة راه تيجي مقرمش وزوين دائما النار تكون مجهدة الى كنتوا تحمروا لي كريب صافي هادي اللي بقات في الاخير دا تفاغير السالسة ديال الياغورت مع داك الدجاج اللي بقى وشوية ديال الفرماج دائما الناس اضواق صافي هاد الكيمية اللي عمرتو تقريبا سبعة ديال الحيساس او القطع ديال الكريب وتقريبا بقاولي واحد ثلاثة اللي حطيت في التلاجة المهم العدد بان لكم في الفيديو قدرت واحد شوية ديال زيت المائدة ممكن تديرو الزبدة تقريبا واحد جمعه القكبار معامرينش بالساف ممكن تدير واحد المعلقة صغيرة ديال الزبدة اللي تحمروا فيها والنار تكون مجهدة حتى تحصلوا على هاد اللون المذهب اللي يزوين بزاف صراحة يشهي وفي الاكل ديالهم كذلك في التقديم تيجي وشي حاجة رائعة والحشوة ما نقول لكم مش رائعة هادية تبيلة الحقيقية ديال شاورما اللي كنت حضرت معكم يمكن في الفين وسبعتاش راقلتها لكم في اول الفيديو ما تردوش تجربوها وهديك السر دياله يديك الرسم علقاء ديال القرومفل يديك الرحلة تعطيها كذلك انتو بيتاخدوا الشاورما على برا هاداك الرائعة اتعجبكم را هي القرومفل اللي مخلطة مع دكتا وبي اللي حضرت بها معاكم الوصفة سافي غادي نقدموا بهذا الشكل شكل بسيط جدا قدرتوا معا شوية ديال كيتشوب شوية ديال مايونيز ما تردوش تحضروا الوصفة لانا غادي تنفعكم بزاف خاصة في الايام ديال المدرسة فتوجدوا شي حاجة زوينة الوليداتكم اللي هتتعجبوهم بزاف وتي يفضلوا انهم ياخدوها على برا فاحضروا هاليوم شاء الله في المنزل هاد العاجين اعتمدوها بعنكم غمضين كده للحشوة ما تبخلوش اي دائما بتشجيع ديالكم ولايكات لانه القناة شفتوا المشاهدة ديالها بالمقارنة مع عد المشتركين اللي في القناة تنتمنى ما تبخلوش علينا اللي تنضربو تعمارة اللي تنجيبو وصفات اللي تنوريكم شي حاجة من القلب فما تبخلوش علينا بتشجيع شكرا لكم بسلام عليكم موسيقى 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 اشتركوا في القناة